استنفار دبلوماسي وأمني تشهده العاصمة اللبنانية غدا تختطاف الطيارين التركيين ولسيما بعدما دعت أنقرة رعايها إلى مغادرة لبنان وكثفت اتصالاتها مع المسؤولين اللبنانيين لتحديد هوية الجهة التي تقف وراء العملية وإطلاق سراح مواطنها جولة على المسؤولين اللبنانيين قادها السفير التركي في لبنان حيث سمع منهم عزما على حماية الأتراك بلبنان والسعي لإطلاق سراح المختطفين الرئيس التركي عبدالله قل وخلال تصريح صحفي بمطار اسطنبول أعرب عن أمله في انتهاء هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن وبشكل يؤمن سلامة المختطفين بدأت وزارة خارجيتنا على الفور العمل لحل هذه المشكلة وبدأت الاتصالات مع الأطراف الأخرى وسأتحدث أيضا مع الرئيس اللبناني لدينا نظريات خطيرة أتمنى إنقاذها بكامل صحتها وبأسرع ما يمكن من جهته أكد الرئيس اللبناني ميشيل سليمان أن هناك مساعي جدية ومتواصلة لمعرفة مكان المختوفين والتأكد من سلامتهم والعمل على تحريرهم واعتبر سليمان خلال اتصال أجراه مع نظيره التركي أن أعمال الخطف مرفوضة أي أن تكن تبريراتها هذا وكانت وسائل إعلام لبنانية قد ذكرت أن مجموعة تطلق على نفسها اسم زوار الإمام الرضا أعلنت مسؤوليتها عن الاختطاف كما أكدت أنه سيطلق سراح التركيين في حال الإفراج عن المختطفين اللبنانيين في مدينة عزاز بريف حلب إلا أن وزير الداخلية اللبناني مروان شربل أشار في تصريح صحفي إلى أن الجهة التي تبنت العملية قد تكون استخدمت اسما مستعارا وأنه ليس لدى الداخلية اللبنانية أي معلومات عن الجماعة فيما تبقى التحقيقات مستمرة لتحديد الفاعلين إلى ذلك اتخذت الكتيبة التركية العاملة في إطار قوات الأمم المتحدة المؤقتة يونيفل جنوب لبنان اتخذت إجراءات أمنية مشددة حول موقعها بعد خطف طيار تركي ومساعده في بيروت تحسبا لأي طارئ أو أي اتداء عليها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا